نشرت وكالة الاستشارات الدولية داتا ريبورتر في تقريرها السنوي حول الانترنت وشبكات التواصل عام 2023 أرقاما تتعلق بمستخدمي الانترنت في الجزائر حيث ارتفع عدد مستخدم الانترنت بخمسة ملايين شخص يعني العدد الآن أصبح في حدود 32 مليون مستخدم للانترنت مع بداية هذه السنة فيما يتربع اليوتيوب على عرش الشبكات يعني اليوتيوب ما زال هو رقم واحد بالنسبة إلى مستخدم الانترنت في الجزائر بـ 22 مليون مستخدم متبوعا بفيسبوك بـ 20 مليون ثم الانستجرام بـ 8 ملايين وصنابشات بـ 6 ملايين وكان أرقام أخرى متكورة حول مستخدم الانترنت بالتفصيل الممل صحيح نحن في الجزائر دائما نشتك من تدفق الانترنت ومن الخدمات ونوعيتها بالصح هذا لا ينفيه بلكين عدد كبير من المستخدمين يرتفع بشكل كبير سنويا فالرقم 32 مليون هذا هو رقم حول عدد مستخدم الانترنت ارتفع بعدما كان 27 مليون في عام 2022 يعني من عام اللي فات وهذا العام ارتفع بـ 5 ملايين كان حتى أرقام ترتبط باستعمال الهاتف المحمول اليوتيوب الذي يسيطر يقول التقرير من المهم التأكيد على أن الأرقام الوصول إلى الإعلانات نفس أرقام المستخدمين النشطين شهريا أوكي هذه مرتبطة بالإعلانات وصلت إعلانات يوتيوب إلى 70% من إجمالي قاعدة مستخدم الانترنت في الجزائر والأنستغرام تعرفون شركة ميتا بعدما أصبح هذا هو اسم الشركة التي تسيطر على فيسبوك أنستغرام لديه 8.40 مليون مستخدم في الجزائر 8.40 بصح 8 فاصل بعض قد يقول كاين فما دعني المؤترين والمؤترات المؤترين والمؤترات عندهم ملايين كفاها ديتها 8 فاصل ولكن أنستغرام يحصر استخدام منصته على الأشخاص الذين تزيدوا أعمارهم عن 13 عام لذلك من المفيد معرفة أن 25% من الجمهور المؤهل في الجزائر يستخدم انستغرام في عام 2023